نروح بقى مع حضراتكم لأبطال مصر اللي رجعوا بالسلامة للقاهرة لعبة المنتخب فسان تحميدة اللي فازت بميداليتين زهبيتين في منافسات ألعاب القوة 100 و 200 متر وكمان بطل يعني رمي الرمح إيهاب عبد الرحمن اللي حصل على الميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط رجعوا مصر بالسلامة وكان فيه طبعا استقبال حافل زي ما حضراتكم شايفين حاجة عظيمة جدا ولقطات بنتمنى أن هي تتكرر مع كل مشاركة لبعتة مصر في أي فعاليات وأي بطولات عالمية لأن احنا في الآخر عايزين أبطالنا يشرفونا وعايزين نغير اللي احنا كنا عايشين فيه بقالنا فترة طويلة لأن فيه رياضات أبطالنا وبطالاتنا فيها مجهولين تماما إذا ما قرنوا بالأبطال العالميين ده الوضع دلوقتي ما بقاش كده حضرات وعندنا دلوقتي طمأنينة كبيرة جدا إن شاء الله لمشاركة بعتة مصر في أولمبياد يعني باريس عشرين أربعة وعشرين إن شاء الله والإرهاصات هي إجازة تعبير واحدة زي بسانت وغيرها إن شاء الله يعني يشرفون عندك كذا اسم حصل على أكتر من ميداليا يعني كذا اسم من أبطالنا اللي هم مشاركين كل واحد بينهم ممكن يبقى حصل على اتنين كمان يعني ذهبيتين فضيتين مش بس ذهبية واحدة منهم بسانت طبعا وبينهم كذا اسمه نعمة نعمة برضو حصل على ذهبيتين يعني فيه أسماء وعبد الرحمن اللي انت قلت عنه بس فضيتين ففيه أسماء كتيرة جدا بصراحة محققة حاجات محترمة خلينا بقى نروح نشوف دلوقتي استقبال حافل كان ليهم ونرجع نكمل التقرير ده احنا عملناه على حضراتكم علشان تشوفوا ازاي تم استقبالهم ونرجع نكمل موسيقى النهاردة بطلتنا يعني بسانت وبطلنا اهاب انا جيت بستقبلهم انجازات مهمة جدا للرياضة المصرية انجازات كبيرة جدا ده حاجة كويسة لكن ده بداية اعداد وتيهيل لعشرين اربعة وعشرين لكن لازم يعني ننقل الشباب المصري والمصر كلها احنا ولدنا تجهيزاتنا احنا بدئين من يناير عشرين تسعة عشر بأكد تاني بدئين من يناير عشرين تسعة عشر ملحمة ماشية للعشرين أربعة وعشرين وعشرين ثمانية وعشرين ولادنا اللي شاركوا أو المشروع القومي للموهبة والنشيئين والبطل الولمبياء اللي خارج نحن نكملين علشان كده بداية البحر الأبيض المتوسط مهمة لسببين أولا الشقيقة الجزائر وكل الشكر والتقدير لشقيقتنا الجزائر معالي وزير الشباب والرياضة الشعب الجزائري الحياة حفاوة كبيرة جداً بتعبر عن العلاقة الصناعية بين البلدين كمان لولادنا أن ده بداية أو إعداد المرحلة التانية من بدايتنا 2019 البطلين دول حياة ظروفهم في توكيو مشاركوش كان في هاب الظروف اللي مشاركتش وإحنا كنا وراء وبسانت كان عندها إصابة إحنا دلوقتي بنكمل يعني الحمد لله القطرة القادمة ليهم وبنقول لهم قالكم مبروك طبعاً أنا بحيكوا بحيك بنات الأهلي وطبعاً شعور عظيم جداً كل الناس دي وكل الجماهير دي أنا بشكرهم والله الحمد لله ربنا كرمني يعني أن أنا أعرف أتخطى المرحلة دي وأعرف أتخطى الإصابة وتخطى المشكل النفسية وأدر آف تاني على رجلي وأدر أن أنا أحاق تاني إنجزت كويسة بفضل طبعاً الكتب ففضل أهلي وفضل إدى كاترة بتوعي اللي شغالين معايا فبشكرهم جداً جمهور الجزائر جمهور راقي جداً ومحترم شجعني بكل قلب أكنني في بيت بالزبط كانوا مبسطين جداً بي البطولة كانت أجواء كويسة جداً هناك تنظيم كويس كل حياة كويسة إن حمد لله هو الظروف شوية معرفش التوفيق بس إن حمد لله ربنا كرم بماديليا أنا خدتها كنوطة بداياً خلاص خلاص الماتش عدة إن شاء الله اللي جاي نركز في اللي جاي صفحة وتقفلت بس إن شاء الله اللي جاي بأحسن بكتير كان في것 اخطاء أتعلمنا إن شاء الله تعلمنا من اخطاء بتاعتنا إن شاء الله نقدر نصلحها بها ونعمل حياة الكويسة في اللي جاي إن شاء الله نعم النادي الاهلي يعني اه مهما اتكلم يعني مش عقدر بفي حقي حال effort زي ما قالت قبل كده حتى لما كنت مقوف هو الحاجة الوحيد الحاجة الوحيدة الليrs لو قفت جم بيه هو النادي الاهلي إن الحاجة الوحيدة Rawamajil sdr.com.com.com.com.com.. ومع الوزير عامل الفاروق كلهم كلهم بلا استثناء كان فيه صبرت جامد جدا أن أنا لازم أرجع وأن أنا لازم أبحث من الأول أنا بقول لهم هما ووزارتي شاب ورياضة يا جماعة أنا أسف أنها ما قدرتش يجيونوا هذه الأدب بس إن شاء الله أدرع واضح إن شاء الله الفترة اللي جاية الحاجة الصورية طبعا ومصور كل الأبطال وكل يعني اللاعبية على العب القوة ده يعني بيعبر على تقدير النجاح وأنا سعيد برضو أن بنت زي بسانت كسبت عشان بنت دي مميزة وبتمثل تمثيل مشرف للفتاة المصرية اللي هيبعة رحمة ما خدش فرسته مع الكورونا هو محتاج يسافر بره هو طول عمره كان يسافر بره بيعود مع مجموعة من الرمح أجنبية فنلندا وألمانيا وأقوياء الرمح فهو محتاج يطلع ومعرفش يطلع عشان معرف نس ناخد فيزا كذا مرة يعني فإن شاء الله اللي جاي حيبقى أحسن كل ده جميل كل دي مشاهد حلوة جدا أن الواحد يشوفها بجد والتقدير ده بيبقى مهم جدا عامل معناوي الناس تحس إن إحنا كجماهير مصرية يعني سعداء بيهم وفخرين بيهم كل ده بيفرق بشكل كبير جدا وأعتقد السنوات الأخيرة حملت ده كريم زي ما أنت قلت في الأول ما كناش بنالتفت لرياضات كتيرة جدا وتحديدا فردية بس الأبطال هم اللي بيفردوا بنجاحهم الاهتمام أو إن إحنا يتم لفت النظر لهم فشيء بجد محترم مزيد إن شاء الله من الأبطال الرياضيين كل المجالات كمان لرياضة بس